حصل الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب على الترشيحات الرئاسية للحزب الديمقراطي والجمهوري على التوالي للمنافسة على أربع سنوات جديدة في البيت الأبيض في الانتخابات الأمريكية المقرر لإجراؤها يوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر عام 2024 وفقا للشبكة الأمريكية تشكل النتائج الأخيرة بداية رسمية للمعركة المستمرة منذ ما يقرب من ثمانية شهور بعد أقصر انتخابات تمهيدية رئاسية شهدت منافسة شديدة منذ أن بدأت عملية الترشيح الحديث في السبعينات من المتوقع أن تدور مباراة العودة بين بايدن وترامب حول نفس الولايات المتأرجحة وقضايا مماثلة كما في عام 2020 بما في ذلك الهجرة والاقتصاد والقيم الديمقراطية كما سيكون الإجهاد والقدرة على الإنجاب من بؤر التوتر إلى جانب التضخم والسياسة الخارجية أجريت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ثلاث ولايات هي جورجيا وميسيسيبي وواشنطن بالإضافة إلى جزر ماريانا الشمالية في تصويت للديمقراطيين المقيمين في الخارج كذلك جورجيا التي تمثل لترامب أملا في أن تعود براياتها الحمراء في اكتساح للجمهوريين في تصويت الأهل المتنافسان الأبرزان بايدن وترامب باء حصل على الترشيح نشر على منصة إكس عنوين بدء العمل والمنافسة من خلال الهجوم اللاذعي كل منهما على الآخر حيث نشر بايدن تساؤلا لمرشحيه حول الاستعداد للدفاع عن ديمقراطية أم لا فيما هاجم ترامب بصورة مباشرة قائلا لدينا أسوأ رئيس في تاريخ البلاد اسمه جو بايدن خبراء الديمقراطية الأمريكية يؤكدون أنها ستكون معركة شلسة بين متنافسين وحزبين أيضا وسط مخاوف في واشنطن من دخول خط التأثير الخارجي على الانتخابات وهذه المرة تتمثل بمخاوف أمنية من قلق بشأن استغلال الصين تطبيق تيك توك على سير الانتخابات ما يعمق مشهد الترقب لانتخابات يتوقع كثيرون أن تكون غير مسبوقة في أمريكا ترجمة نانسي قنقر